اشتركوا في القناة والمرفق بها عدد من المرسيم بقوانين الصادرة وفق المدة 38 من الدستور في جلسة مجلس الشورى الثانية استعرض المجلس جملة من المرسيم والقوانين الواردة في الرسائل الواردة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ثم انتقل المجلس للبند التالي المدرج على جدول الأعمال حيث وافق أصحاب السعادة الأعضاء على تشكيل اللجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وفقاً للاقتراح المقدم من مكتب المجلس بدأت أعمال الجلسة اليوم بطبعاً تشكيل رؤساء ونواب الرئيس وأعضاء اللجان النوعية الدائمة بالمجلس إن شاء الله إحنا فيما يتعلق في أعمالنا كلجنة شرعية وقانونية وهي التي تختص بحكم اللائحة بجميع المشارع بقوانين والاقتراحات بقوانين أن يتم النظر فيها وبداء الرأي لسائر اللجان تجاهها فيما يتعلق بمدى دستورية أو قانونية تلك المشارع والاقتراحات طبعاً بالإضافة إلى أن اللجنة الشرعية تكون مكلفة فيما يحال إليها من رئيس المجلس وهيئة المكتب في هذا الشأن لدينا على حسب ما إن شاء الله المراسيم المفترض عرضها على اللجنة كما وافق المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة الأعضاء ليتم بعد ذلك تزكية أربعة من أصحاب السعادة الأعضاء المترشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لجنة حقوق الإنسان من اللجان الرئيسية المهمة جداً في أي مجلس تشريعي ونحن طبعاً نتابع كل ما يجري لحقوق الإنسان سواء في بلدنا العزيز أو في العالم أجمع لأن حقوق الإنسان واحدة لا يمكن أن تتجزى في كل مكان وفي بند ما يستجد من أعمال وفق المجلس على أن يكون سعادة السيد عادل عبد الرحمن العسومي وسعادة السيد علي عبد الله العرادي ممثلين للمجلس في البرلمان العربي وذلك وفقاً للاقتراح المقدم من قبل مكتب المجلس يأتي انتخاب بعضاء هذه اللجان الدائمة وفق اختصاصات السادة الأعضاء حيث ستتولى كل لجنة مهام عملها للبث في القوانين التي يتم طرحها على كل لجنة تمهيداً لعرضها في الجلسة الإسبوعية ومنحها الموافقة النهائية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين